نكمل سلسلة الأطباء الجانبية الكورية في الحلقة الرابعة اليوم سنقوم بطبق الطوفو المقلي الطوفو جوريم ايه الطوفو دوات؟ الطوفو دوات ممتاز من فل الصوية ويعتبر الطوفو من أهم الحاجات الموجودة في كوريا ويعتبر بديل اللحمة لهم لأن اللحم البقري عندهم غالية جدا أو الجبوسية لأنهم لا يوجد لحمة فبالتالي الطوفو قمته الغذائية تساوي قيمة اللحم البقري عندهم هناك بما انها غالية قوي ويقوم بعمل زي الجبن كده زي اللي بنشتريها بالظبط وأنا أسمت العلبة نصين عشان نمعرف أخد نص الكمية مثلا أو حاجة أعرف أقفلها تاني ولازم تنشفه بما نديل كويس قوي لأنه بيبقى مليان مية ملمسو بيبقى عمل زي الجبن الكي كده وفيه برضو نوع طوفو منه بيبقى متماسك أكتر ويفضل نجبن المتماسك أكتر يعني مش اللي هو الصيص خالص ده في التاسع النار هنحط فيها شوية زيت بس شوية زيت محترمين كده وهنحط الطوفو بس خل بالك من الزيت لأنه بيبقى طوفو مليان مية فبيترتش في كل حتة أول ما يقلب معاكم بالشكل البني ده بنتطلعه على مناديل وبنجهز الصوص الصوص عبارة عن سكر وملح وصيصوص وتوم وزيت سمسم وبرضو هنضيف كمان معاه ربع كوبات مية وشطة ممكن تضيف الشطة المصري عادي مش هزم شطة كوري ولو عندكم كمان كوتشو جانج اللي هو معجون الفلف الحار بيبقى طعمه أحلى بكتير من الشطة العادية ننزل الطوفو اللي احنا كنا قلينه بنقلبه على الجنبين وبس كده الطبق خلص عايزة أقول لكم ان الطبق كان ناقص بس سنة ملح او ممكن تقولوا مثلا شوية صوي سوس كمان عشان حضرت مية كتير بس كده كان طبق النهاردة استنوني بكرة في الحلقة الخامسة وطبق كوري جديد انيان